شعور الخوف يكون كموجة تجداح كل خلية في الجسم تتركك عاجزاً أمام تأثيرها الصاحق إنه شعور يتسلل بحذر إلى عقلك يلتقط الأفكار ويخلق روحاً من القلق الداكن يحاول الخوف تثبيتك في مكانك كأنه قوة خارقة تعيق حركتك وتلقي بظلالها على آمالك تتجلى هذه الرؤية في العيون المرعوبة والقلوب التي تنبض بسرعة حيث يصبح الزمان والمكان ساحة لمعركة الخوف ومع ذلك يظل الخوف جزءاً من تجربتك الإنسانية يتحدى قوتك ويدفعك لتحقيق التحول الشخصي وذلك للتغلب على تلك المشاعر السلبية والخروج منها أقوى وأكثر إيجابية دورة الخوف تتكون من ست وحدات الوحدة الأولى هي مقدمة عن الخوف وتأثيره شرحت فيها الخوف وأنواعه وتأثير الخوف على الحياة اليومية والعلاقات الشخصية والمهنية الوحدة الثانية هي تحليل الخوف وفهم أسبابه حللت فيها جذور الخوف وما هي علاقة الخوف بالعقلية الإيجابية والسلبية الوحدة الثالثة هي استراتيجيات للتحرر من الخوف طرحت فيها تقنيات تساعدك في التخلص من الخوف الوحدة الرابعة التحرر الشامل والتطبيق العملي تحليل حالات الخوف الشخصية وخطة للتغلب على كل حالة خوف الوحدة الخامسة التقنيات المساعدة في التحرر من الخوف شرحت كل تقنية وأعطيت أمثلة عن كيف تحول خوفك من شيء سلبي إلى شيء إيجابي مع إضافة تمارين تساعدك في رحلتك للتحرر من الخوف الوحدة السادسة تمارين تحرر من الخوف هذه الوحدة هي تطبيقية لكي تعرف خوفك وتعرف أسبابه وتواجهه بمساعدة تمارين شخصية لكل نوع من مخاوفك شرحت لك التمارين وكيفية تطبيقها وثم فوائدها ستجدون كل ما ذكرت في رابط في الوصف سيقودكم للكورس ولا تنسوا أن تطلعوني على نتائجكم بعد إكمالكم للدورة اشتركوا في القناة